طيب بارك الله فيكم الأدعية التي تقال في الرقية فضيلة الشيخ ما هي الأدعية التي تقال في الرقية؟ الأدعية التي تقال في الرقية أهمها وأعظمها قراءة سورة الفاتحة فإن قراءة سورة الفاتحة على المريض من أسباب شفائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ندريك أنها رقية ومن ذلك ما جاءت به السنة مثل قوله بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر عين كل حاسد الله يشفيك ومثل قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين غفل لنا حبنا وخطايانا أنزل رحمة من الرحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع أو على هذا الوجع ومثل قوله اللهم رب الناس ارفع الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغدر سقم والأحاديث في هذا معروفة يمكن للسائل أن نرجع إليها في كتاب الوابل الصيب من الكلمة الطيب لابن القيم أو في كتاب الأذكار للنووي أو غيرهما مما كتبه أهل العلم في هذا الباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر